البرك مشي مشوانتي حبه جديد حبه جديد هذه فسيدي عبد الله مدينة جديدة قلب المدينة الالكترونية المدينة الدافية من ناحية البرك بيدك يا مواطن شماع ليش؟ الان افرادية او الحلم التعاك هادو مربطي مات الاستنينها همصل قصنا نصل فيها كل عجل زود شنابر عطيتها مساعة نصلته انتشرت مؤخرا عبر صفحات فيسبوكية فيديوهات قام بتصويرها حسب ما يظهر من تصريحات اصحابها مستفدون من سكنة عدل حديثا بالمدينة الجديدة سدي عبد الله بالعاصمة وهم يفضحون عملية الاشغال والغش في انجاز السكنات حيث تركز التصوير على الطريقة التي بنيت بها الجدران والارضية ما دفعهم الى رفع نداءاتهم عن طريق نشر هذه الفيديوهات لعلها تصل الى مسؤولية الوزارة الوصية لفتح تحقيق في الموضوع فيديوهات لبعض المستفيدين لأن طرق تعبيرهم حول الوضعية الكارثية لسكناتهم اثارت العديد من تعطف من طرف الجمهور العريض عبر كل الولايات وايضا على التلعبات هذه الصور التي تقف على حقيقة الغش في انجاز سكنات الموزعة مؤخرا حسب اصحاب الفيديوهات الذين انتظروها طويلا والتي تشكل خطرا على قاطنيها تضعنا امام اسئلة كثيرة عن الدور الرقابي لوزارة السكن والهيئات المكلفة بذلك ينص عليه في المادة ايضا 445 من القانون المدني لانه ايضا هو الدور الرقابي هو دور ما يسمى في القانون المدني مسئولية عقبية جزائية يعني يطلب عليها ايضا متابعات قضائية للمسئول المترتب على حضر الملعام وتبديل الملعام الان هي هذه مسئولية مسئولية اصحاب المشروع دور المهندسين المعمريين او دور ما كتب دراسة المكلفة بالمتابعة الفترة السابقة كان مغيبا لانه كان هناك ما يسمى بالاستعجالية اعتراف الوزير بانه هذا الدور الرقابي كارثي وغير موجود اصلا اعتراف مسئولي قطاع السكن بتردي جودة السكنة الموزعة مؤخرا من مختلف السياغ بسبب السرعة في الانجاز وتهاون المقاولين في التزاماتهم التعاقدية دفعهم الى توقيف المقاولات عن العمل وترحم نقصات جديدة الا ان الوضعية الحالية للسكنات الموزعة خطر كبير يهدد المستفيدين اشتركوا في القناة